موالجات اي بيوز بكارشاشا داخلي اقوى من كارشاشا خارجي الجي تي اكس 1650 السلام عليكم في فيديو تعليم راح تكلمو على موالجات رايزن 8000 راح تكون متوفرة قريبا هذه الايام في 31 جونفي اعلنت اهم دي هذه الايام على موالجات اي بيوز حديثة بممارية الزنفون نفس المعمارية تعريزن 7000 لكن تحتدق التصنيع اربعة نانومتر وليس خمسة نانومتر ورح تكون بواحدة من اقوى كارشاشا المدمجة لموالجات سطح المكتب بممارية الاردي ان اي تري تحت اسم 700 ام او راديون 700 ام زائد ميزة الدكاء الاصطناعي الريزن اي اي بالنسبة للموالجات الاي بيوز راح تكون متوفرة في نهاية هذا اشهر هي اربعة واقوى كارشاشا داخلي راح يكون في رايزن سبعة 8700 جي لهو الرياديون 780 ام وهذا المعالج راح يكون بنفس عدد الانوية وعدد مماثارات تعريزن سبع الاف او رايزن سبع الاف وسبعمية 8 انوية و16 مماثار وبسرعة تصل حتى 5.1 جيجا هرس السرعة لا بأس بها بالنسبة لهذا المعالج لكن دائما معالجات الاي بيوز ما تأتي بكاش صغير جدا مثل المعتاد في هذا المعالج ربعة وشرين ميجا فقط وهذه من اشياء اللي ممكن تأثر فيه الاداء في العلعاب خصوصا مع كارشاشا خارجي واتقانه بمعالج رايزن سبع الاف بالنسبة لهذه المعالجات فيها جي بيو زائد سي بيو بالنسبة لهذه المعالج ايضا زادوا له ان بيو وهو الدكاء الاصطناعي او رايزن اي 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 والشيء الجيد هو استهلاك الطاقة لقاءة خمسة وستين واتقريبا نفس استهلاك الطاقة على المعالجات السابقة وتاني معالج هو مثل المعتاد ولينفضلها انها هو رايزن خمسة 8600 جي وهذا هو المعالج اللي ننصح به العديد من الناس ممكن ما ننصحش انا دائما بريزن سبعة بالنسبة للمعالجات الاي بيوز اللي يحب معالج قاوي ما رحش يروح الى معالج الاي بيوز بالنسبة للمعالجات الاي بيوز شيء الجيد هو رايزن خمسة مثل رايزن خمسة تمنالاف وستة ميال الذي يأتي بي كرشاشة مدمش سبعمائة وستين ام معناه ممكن كرشاشة الداخلي يكون اقل قليلا من رايزن سبعة لكن بالنسبة لريزن سبعة كيم اقول لكم ما نصحش به كتير وبالنسبة لهذا المعالج ايضا متله مثل معالجات رايزن سبعالاف او رايزن سبعة سبعالاف وستمية يأتي بي ست انوية واثناشن ما صار وايضا يلحق سرعة حتى الخمسة جيجاهرس سرعة ايضا لا بأس بها خصوصا في الالعاب التي تحتاج الى سرعة النوات الواحدة لكن بالنسبة للكاش دائما اقل يأتي باثنين وعشرين ميجا لو تقارن بين رايزن خمسة سبعالاف وستمية مع كرشاشة خارجي وريزن خمسة تمنالاف وستمية جي مع كرشاشة خارجي نفسه راح يكون الاداء احسن لريزن خمسة سبعالاف وستمية لانه يأتي بكاش كبير وكما تعلمونا بالنسبة للكاش يقدم قفزة كبيرة في الاداء وخصوصا هذا لاحظنا في معالجات 3D V كاش كلما كان الكاش كبير راح يكون الاداء جيد بالنسبة للألعاب لكن هذي معالجات الاي بيوز دائما الكاش تحتها هكذا وهذا راجع بالنسبة للتصميم تحتها على مآدم وايضا بالنسبة لهذا المعالج يحتوي على رايزن اي 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 او الذكاء الاصيناعي معناه ان بيو ايضا في هذا المعالج ان بيو سي بيو زائد جي بيو والمعالج لي ما كنش نستنو فيه هو المعالج رايزن خمسة ايضا لكن 8500 جي هذه المرة معناه عملوا معالج اخر ايضا بكار شاشة داخلي اصغر من الاول لي هو سبعمية وربعين ام بنفس عدد الانوية وعدد المصارات لي في المعالج رايزن خمسة 8600 جي لكن هذه المرة عملوا بمعماريتين هذه الانوية اتنان من الانوية بمعمارية الزانفور واربع انوية بمعمارية الزانفور سي وهذا من اجل قليل استهلاك الطاقة مع اداء افضل وهذا اللي عمله في معالجات اللابطوب اي بيو سبع الاف وبنسبة لهذه انوية الزانفور سي ليست انوية صغيرة مثل ما عملت انتل في المعالجات تحى خلت انوية صغيرة وانوية كبيرة نفس الانوية تعزين فور لكن تعمل بطريقة مختلفة ما تصلش الى تردد كبير وهذا اللي راح يخليها تحافظ على استهلاك الطاقة خصوصا على سطح المكتب وبعض البرامج وهذه التقنية غير المتوفرة في المعالجات الاولى لاتكرنهم التي تحتوي على رايزن اي 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 سرعة ايضا نفسها 5 جيجا هرز لبس بها وايضا الكاش نفسه 22 ميجا ايضا مثل معالجة اي بيو او معالج رايزن حبسة 8600 جي لكن لا يحتوي على الان فيو او الدكاء الاصناعي رايزن اي 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 وهذا هو الفارق بينه وبينه المعالج السابق وممكن ايضا كما قد كن في كرشاشة الداخلية اقل ايضا وراح يكون ايضا بالفعل بسعر اقل من رايزن 8600 جي واخر المعالج لهو رايزن 3 8300 جي وهذه المرة هذا المعالج راح يكون موجه فقط للشركة معناه في الحواسيب الجاهزة لتعاملها شركة مثل اش بي وغيرها ايضا يأتي بنوات واحدة زينفور وثلاثة انوية زينفور سي من اجل حفاظ على استهلاك الطاقة وكما قد كم هذه التقنية ظهرت فقط في معالجات اللابتوب اي بيو سبعة الاف والمعالجين هادي واحتمال نزيد نشوفوها في معالجات اخرى وهذا المعالج بدون الدكاء الاستيناعي او رايزن اي 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 او الام بيو بكاش قليل جدا اللي هو تاع اطناعش ميجا ملاحظة انا بالنسبة لهذا المعالج ممكن حتى لو يكون موجه لجميع الناس او راح توجده متوفر لا انصح به كتير هو بنفس كار شاشة الداخلي الراديون سبعمية وربعين امتاع رايزن خمسة تمنالف وخمسمية جي انا قد نقولو حتى اه تمنالف وخمسمية جي لا انصح به كتير ممكن الناس لانصح حقكم في بداية الفيديو بريزن خمسة تمنالف وستمية جي هذا احسن معالج من ناحية المواصفات تاعه ممكن يكون مقبول ايضا من ناحية السعر في بعض الحالات خصوصا اذا زاد ترجع السعر التعالي راح نقولها لكم في اخر الفيديو وبالنسبة الناس اللي راي تساءل على صوكة هذا المعالج ولوحة الام اللي راح تركب عليها راح تركب على صوكة اي ام فايف معناه رامات دي دي ار فايف حاليا رامات دي دي ار فايف راي تأتي بسرعات كبيرة وهذه المعالجات ينصحوا بتردد كبير معها يقولوا تردد تحدي المعالجات هو خمسة يلف وميتين ميجا ترانسفر فيه التانية وبالنسبة لأحد اشخاص من شركة ام دي اعلن بان التردد تع المعالجات هذه الحق حتى الاف ميجا ترانسفر فيه التاني وممكن تزيدوا فيه التردد وممكن حتى الستلاف وربعمية ميجا ترانسفر فيه التانية مع هذين معالجات راح يكون احسن وبالنسبة اللوحة الام كي ما قلتكم راح تكون على صوكات ام فايف وانا ما ننصحش مع هذين المعالجات بلوحة ام من الفئة العالية تعاليكيس ستمية وسبعين وغيرها ممكن ننصح بالبيست ستمية وخمسين او الـ A620 راح يكون افضل مع هذه المعالجات احسن خيار راح تكون مع الـ B650 من اجل تردد الرامة وممكن من اجل الـ VRM ممكن تكسر سرعة المعالج وغيرها وخصوصا ممكن في الـ B650 توفر لوحة جيدة مقارنة بالسعراتها وتكون فقط مع اثنان من سلوت تعرامة راح تركب 16 جيجا في 16 جيجا 32 جيجا راح تكون كافية مع هذا المعالج ومع الالعاب وخصوصا إذا كنت راح توفر الـ VRM لهذا المعالج تع 4 جيجا راح يكون بشيء مناسب وعلى بالي الشيء اللي راح ينتظر فيه العديد من الناس هو كارشاشة الداخلية تكلمت عليه في بداية الفيديو يتفوق على الـ GTX 1650 وهذه حسب تصريحات AMD في المؤتمر تحقلوا جربوا اقوى كارشاشة داخلية بالنسبة للمعالج Ryzen 7 8700J مع كارشاشة الداخلية والمعالج كما مثل المعتد راح يقارنوا مع معالجات انتل مع المعالج i5 13400F وكارشاشة لهي GTX 1650 تخيلوا هذا وقدرة كارشاشة الداخلية تتفوق فيه بعد الألعاب على المعالج i5 13400F مع كارشاشة لهي GTX 1650 وهذه من الأشياء القاوية جدا تخيل هذا حتى وليكن كارشاشة الداخلية هذا أقوى فقط من GTX 1050 Ti بتاع 4 جيجا فيرام ممكن هذا المعالج راح تخصص له 4 جيجا بتاع فيرام خصوصا تركس تعمل في 32 جيجا من الرام والنسبة لتقول للألعاب راي تطلب للفيرام بصفة كبيرة بالنسبة لهذه المعالجات ما راح تلعب على الـ 1080P على إعدادات اللي راح تكون استهلكت على الفيرام أكثر من 7 جيجا فيرام أو 8 جيجا فيرام بالنسبة لإعدادات متوسطة أو مخفضة ممكن راح تستهلك 3 جيجا تاع فيرام أو 4 جيجا فيرام وراح يكون الأمر عادي جدا نجربه العديد من الألعاب وشتفي أحد المؤتمرات أيضا لعبة ستارفيل تشتغل عادي على إعدادات مخفضة وخصوصا مع تفعيل الأفاسقات وخصوصا هذه المعالجات راح تدعم تقريبا جميع ميزات AMD مثل هايبر اير ايكس وأيضا في الويد موشن فريمز لي راح يزيد يحسن في الآد ويقولوا راح يحسن في الآداء حتى الـ 75 بالمئة ممكن توصل إلى عدد إطارات كمتوسط 60 فريم تلعب عادي تقريبا جميل الألعاب على الف وثمانين بي لو سيتين والشيء لي راح انفاجأني أنا هي لعبة تقدر تشغلها على اللو سيتين وممكن حتى مع تشغيل الافاسقار 60 فريم هذي من الأمور الجيدة إذا كان أمر صحيح وقبنا راح نختم هذا الفيديو وهنا نتحدث على الأسعار واسعار الاتلاق بالنسبة على رايزن سبعة تاع ميتين وتسعة وشرين دولار ولنشوفه في المعقول فارق تاع مئة دولار بينه وبين رايزن سبعة وكي ما قد تهم الناس اللي تحتاج إلى معالج قوي ما تروحش إلى معالج الاي بيو دي بكاش أقل وبالنسبة لسعر تاع رايزن خمسة تمنالف وخمسمية جي اللي ما عنداش تقريبا حتى معنا بالنسبة لي راح يكون بسعر تاع مية وتسعة وسبعين دولار معناه بخمسين دولار أقل من سعر تاع تمنالف وستمية جي ممكن خمسين دولار تكون في بعض الأحيان فارق بالنسبة لأحد الناس اللي ما عندهمش ميزانية كافية وكان هذا هو الفيديو يتعنات على اليوم وإن شاء الله لما تكون متوفرة هذه المعالجات راح نعملوا مراجعة على أحد منهم واحتمال كبير راح يكون رايزن خمسة تمنالف وستمية جي وخصوصا أنا في الوقت الحالي راني مطور للمنصة ايم دي ايم فايف معارا ماتع ستة الاف وربعمية ميغا ترانسفر في الثاني يعني راح يكون أمر مناسب إذا جبت معالج من معالجات تلك وجربتها على البي سي تي وخصوصا نزيد ونقارنه مع المعالج اللي عندي رايزن خمسة سبعة الف وستمية مع كار شاشة خارجي ممكن نجيبوه جي تي اكس الف وخمسين تي اي ونشوفوه إذا كان هذا جيد لكار شاشة الداخلي تاع رايزن خمسة تمنالف وستمية جي وكان هذا هو الفيديو التي انات على اليوم شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو معلومة صغيرة إذا جبتكم فيديو ما تنسوش باشتركوا مع استقاعتكم وتعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الإشعارات بس لكم أي حاجة جديدة حطوها ولدعمنا في القناة وما بقى لعنوكم تلاقوا فيديوهات أخرى إن شاء الله سلام